هنروح لكرة السلة رجال احنا كنا بنتكلم برضو في الانترو ان بطولة القاهرة تلعبت خلاص خلصنا مجموعتنا التأمين لعب الجيش في الثاني والثالث يمكن بطولة القاهرة عاملة الجدول زي بطولة افريقيا وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله لازم المنافسات دي مباراة من او لقطات او صورة من مباراة القاهرة ماتش القاهرة اللي كان الاخيرة على مصالتنا في صالة الشهداء ما تلعبش على الصالة الكبيرة خليني بس اقول لكم حاجة انه بطولة القاهرة عملت الجدول او المسابقة زي بطولة افريقيا عملت مجموعة من اربع او خمس خمس فرق الاول بيصعد الرأي الخامس بيخرج والاول بيتأهل لدور قبل النهائي مباشرة وبيحصل كروسات بعد كده عشان يطلعوا لكل دور قبل النهائي زي افريقيا افريقيا بس افريقيا زودت دور دور التمانية عشان كان عدد الفرق كبير اربع مجموعات هنا مجموعتين بس فده الكلام ده الشغل شغل انت تبقى بطولاتك متنسقة مع بطولة افريقيا عشان اللاعب يبقى في نفس المود بتاع بطولات افريقيا طيب الماتش يعني او الماتش هتلاعب امتى هتلاعب النهاردة ان شاء الله ساعة 8 ونص على سهلة استاد القاهرة مصر تأمين لعبة الجيش في مفاجأة مصر تأمين كسب الجيش وعشان يلاقي النهاردة النادي الاهلي في قبل النهائي النهائي ان شاء الله هيكون يوم السبت بإذن الرحمن اللي جاي الناحة التانية الجزيرة بتلاعب فرقة تانية وغالبا الجزيرة هي اللي هتكسب وهيطلعوا في الفينال ان شاء الله الفرقتين يلعبوا يوم السبت كل التوفيل للفريق دي برضو احد البطولات اللي قلت لكم عليها مستر أجوشت بوش بالرغم من اول اربع ماتشات كان فيهم مباريتين صعبين منهم الجيش وكان بيلعب بالناشئين ولكن فضل ان يلعب برضو المباريتين اذا كلامه متناصق او متماشي مع اللي بيحصل قال لك مفيش بطولة هتيجي قدامي مش هشارك فيها قال البطولة القاهرة شارك بالرغم النقص العدد اللي كان موجود البطولة العربية جاية هيشارك ان شاء الله البطولة الدوري طبعا دوري المرتبط دوري السوبر الكاس كل حاجة هو مشارك فيها بشكل كبير ربنا يوفق ان شاء الله الفريق في ما هو قادم